تتمت رواية مدلون مهانون للكاتب الروسي فيوضور ميخايلوفيتش دوستايفسكي الجزء الخامس عشر في صباح الغد ذكرت لينل لتفاصيل غريبة عن زيارة البارهة وكان المستغرب أصلا أن يفكر ماسليوب ويف في زيارتي ذلك المساء كان يعرف أنني لن أكون في البيت أنبأته بذلك حين لقيته آخر مرة كان يعرف ذلك جيدا قالت نالي إنها في أول الأمر لم تشأ أن تفتح له الباب لأنها خافت وكانت الساعة قد بلغت الثامنة من المساء ولكنه توسل إليها أن تفتح مدعيا أنه إن لم يترك لي رسالة فيصيبني غدا بسوء فلما سمحت له أن يدخل كتب الرسالة فورا ثم اقترب منها وجلت إلى جانبها على الآلكة قالت نالي فنهضت من مكاني ولم أشأ أن أكلمه لأنني خفت منه خوفا شديدا فأخذ يحدثني عن بوبو نوفا وقال إنها غضبت كثيرا ولكنها لا تجرؤ على المجيء إلى هنا لتأخذني ثم راح يتني عليك فقال إنك كنت من أعز أصدقائه وإنه عرفك صبيا صغيرا عندئذ رضيت أن أكلمه فأخرج لي من جيبه حلوى وطلب إلي أخذها ولكنني رفض فأكد لي أنه رجل شهم وأنه يعرف أن يغني وأن يرقص وقام رأسا فأخذ يرقص أصررت بهذا ثم قال إنه سيمكث هنا بعض الوقت ينتظر عودتك وقال إنك قد تعود وطلب إلي أن لا أخاف منه وأن أجلس إلى جانبه فجلست ولكنني لم أشاء أن أكلمه فقال إنه يعرف أمي وجدي فأخذت أتكلم ومكث مدة طويلة فيما تكلمتما تكلمنا عن أمي وعن بوبو نوفا وعن جدي لقد لبت ما يقرب من ساعتين لاحظت أنني الليلة تريد أن تقص علي كل ما ظار بينهما من حديث فلم أسألها عن شيء أمنا في أن أعرف ذلك كله من ماسليو بوعف ولكنني أعتقد أن ماسليو بوعف قد تعمد أن يأتي أثناء غيابي ليلتقي بنيلي وحدها فتسأل ترى لماذا تعمد ذلك وأردني نالي ثلاثة قطع من الحلوى قدمها إليها إنها سقاكر ردئة ملفوفة بورق أخضر وأحمر لا شك أنه اشتراها من عند أحد البقالين وضحكت نالي وهي تريني قطع الحلوى فسألتها لماذا لا تأكلينها فأجابتني وقد بدأ في وجهها الجد والعبوس لا أريدها ثم إنني لم أخذها ولكنه تركها على الألكة كان علي في ذلك اليوم أن أقوم بعدد من الجوالات فودعتني لي وسألتها وأنا أخ أهم بالخروج هل تنزعجين حين تبقين وحدك نعم ولا أنزعج حين تغيب مدة طويلة قالت ذلك وهي ترشقني بنظرة تفض حبا وكانت طوال ذلك الصباح تنظر إلي نظرة رذيئة ودودة وتبدو فرحة كل الفرح وكانت في الوقت نفسي تلتزم موقف التحفظ بري والخجل كأنها تخشى أن تزعجني وأن تفقد صداقتي وكانت لا تسرف في التبسط معي كأن ذلك عيب ومن الذي لا يزعجك لقد قلت نعم ولا طرحت عليها هذا السؤال وأنا أبتسم رغم إرادتي لقد أصبحت عزيزة علي كثيرا فقالت وهي تطلق ضحكة خفيفة ما لا يزعجني أعرفه كل المعرفة وعاد إليها الاضطراب مرة أخرى كنا نتحدث عند العتبة وكان الباب مفتوحا كانت نرلي أمامي خافضة العينين قد وضعت إحدى يديها على كتفي وأمسكت بالأخرى فسألتها ماذا؟ هل هو سر؟ لا لا أبدا لا شيء ولكنني ولكنني بعد أن ذهبت أنت أخذت أقرأ كتابك قالت ذلك بصوت خفيفة وهي تنظر إلي نظرة رقيقة نافدة وحمر وجهها حمرارا شديدا ها صحيح هل يعجبك الكتاب؟ طرحت عليها السؤالة وأنا أرتبق ارتباك الكاتب حين يقرر في حضوره تمنيت من أعماق قلبي لو أقبلها في تلك اللحظة ولكن ذلك كان يبدو لي مستحيلا وصمتت نرلي ثم سألتني وقد لح في وجهها حزن عميق لماذا؟ لماذا يموت؟ وألقت علي نظرة سريعة ثم خفضت عينيها من جديد من؟ الشاب المصدور الذي تحدث عنه الكتاب كان لابد أن يموت يا نرلي ما العمل؟ فأجابت بصوت يشبه أن يكون همسا قائلة أبدا وأطرقت إلى الأرض حانقة انقضت على ذلك دقيقة ثم دمدمت نرلي تسألني وهي تشد قمي شد أقوى والفتاة والشيخ هل سيعيشان معا ولا يضنيهما الفقر؟ بل تذهب الفتاة إلى بعيد تتزوج أحد مالكي الأطيان ويبقى العجوز وحده قلت لها ذلك على أسف فقد آلمني حقا أن لا أستطيع أن أطمئنها بشيء آخر ها نعم هكذا إذن أنت لن أستمر في قراءة الكتاب ونبذت يدي غاضبة وأشاحت عني مهرولة وأدارت وجهها إلى إحدى زوايا الغرفة خافضة العينين وقد احمر وجهها حمرارا شديدا واضطربت أنفاسها كأن حزنا أليما يخنقها خنقا قلت أنا أقترب منها كفى يا نيرلي لماذا تغضبين؟ القصة من ابتكار الخيال وليست واقعا فلا حاجة بك إلى الغضب يا لك من صبية مبالغة في الإحساس فقالت خجلة وهي ترفع إلي نظرة وضاءة محبة بست غاضبة ثم أمسكت يدي فجأة وأسندت وجهها على صدري وأخذت تبكي ولكن في هذه اللحظة نفسها انفجرت ضحكة فكانت تبكي وتضحق معا وشعرت أنا نفسي أنني أضحق وأتألم في آن واحد وعبثا حاولت أن أنهض وأن أنهض معي رأسها نحوي وحين حاولت أن أبعد وجهها عن كتيفي ازدادت تشبثا به وهي تضحك وانتهى أخيرا هذا المشهد فودعتها وحتدت الخطة فما هبطت بضع درجات من السلم حتى رأيتني اللي تجري ورائي وقد استبغى وجهها بالحمرى وظهر عليها التراب الخجل والتمعت عيناها فطلبت إلي أن لا أغيب كثيرا فوعدتها بأنني سأعود قطعا في موعد العشاء ذهبت أولا إلى العجوزين فرأيتهما مريضين كانت أن أندرييفنا تعاني آلاما شديدة وكان نيكولاي سريجيتش قابعا في غرفته وقد أحس بوصولي ولكنني كنت أعرف أنه لا يأتي إلي قبل انقضاء ربع ساعة على مجيئي وذلك ليفسح لنا مجال الكلام على انفراد ولم أشأن أزعج أن أندرييفنا فلطفت قصة صهرة الأمس ما أمكنني تلطيفها ولكنني ذكرت لها الحقيقة فما كان أشد إعجابي حين لاحظت أن العجوز لم تستقبل ولم تستقبل نبأ احتمال القطيعة بكثير من الدهشة رغم أن هذا النبأ قد آلمها وقالت نعم يا صديقي ذلك ما كنت أقدر أن يقع حين مضيت آخر مرة فكرت في الأمر طويلا وقلت في نفسي إن هذا أن يتم لعل الله يرى أننا لا نستحق ذلك وهذا الرجل سافل لا يمكن أن ينتظر منه خير ليس قليلا ذلك المبلغ الذي يسلبنا إياه عشرة آلاف روبل وهو يعلم حق العلم أنه ليس له فيه أي حق إنه يسلين ويسلبنا كسرة روبل وهو يعلم حق العلم أن ليس له فيه ذا أي حق إنه يسلبنا كسرة الخبز يجب أن نبيع أخمي نيفكا ولقد كان وكانت صادقتي نتاشا مستقيمة عاقلة حين لم تصدق ثم أضافت وهي تخفض صوتها ثم هل تعلم يا صديقي أن زوجي يعارض هذا الزواج لقد أفصح عن رأيه فقال إنه لا يريد هذا الزواج ظلنت أول الأمر أن ذلك نزوة منه ولكنني عرفت بعدئذ أنه كان جدا لا يهزل ومصير حمامتي الصغيرة إذن سيظل سخطا عليها إلى الأبد وأليوتشا ماذا يفعل؟ ظلت تسألني مدة طويلة وكانت على عادتها ترد على كل جواب من أجوبتي بتأوهات وتنهودات وزفارات كنت قد لاحظت أن حالتها ساءت كثيرا في الأيام الأخيرة وأن كل نبأ من الأنباء أصبح يهزها كان الحزن الذي تسببه لها نتاشا يحطم قلبها وصحتها تحطيما ودخل العجوز مرتديا مبذله منتعلا خف المنزل وشك مما يعانيه من حمى لكنه نظر إلى إمرأته نظرة تفيض بالعطف والمودة وظل طوال المدة التي قضيتها بينهما يحيطني بألوان الرعاية كما ترعى مربي أطفالها وكان ينظر إلى عينيها ويبدو كأنه يشعر بخجر منها كان في نظراته كثير من الرقة والمحبة كان يفزعه أن يراها مريضة كان يحس أنه سيفقد كل شيء إذا فقدها لبثت معها قرابة ساعة وحين ودعتها صحبني حتى حجرة المدخل وحدثني عن نيرلي كان يفكر تفكيرا جدا في ضمها إليه في اتخاذها ابنة الله وسألني ماذا يجب أن يعمل حتى توافق أن أندريفن على ذلك وطرح علي أسئلة كثيرة عن نيرلي في كثير من حب الاستطلاع ثم سألني ألم أعرف شيئا جديدا عنها فقصصت عليه ما عارفته قصا سريعا فتأثر مما رويته له تأثيرا واضحا قال بلهجة حازمة سنتحدث في هذا الأمر مرة أخرى ثم إنني سأجيء إليك متى أبللتم من مرضي وعندئذ نعزم أمرنا وفي الظهر تماما كنت عند ماسلي وبويف فما كان أشد دهشتي حين دخلت عليه فرأيت عنده الأمير أول ما رأيت كان يرتدي معطفه في حجرة المدخل وكان ماسلي وبويف يعينه في ذلك متعجلا وبعيدا إليه كانت عصاه لقد سبق أن قال لي إنه يعرف الأمير ولكن هذا اللقاء أدهشني كثيرا ارتبك الأمير حين رأاني ولكنه ما لبت أن هتف بلهجة تظهر كثيرا من المواد ها هذا أنت انظر كيف يتم اللقاء في بعض الأحيان لقد علمت منذ لحظة أنك تعرف ماسلي وبويف سرتني رؤيتك سرتني كثيرا كنت أفكر في الذهاب إليك وأرجو أن أفعل ذلك في أقرب فرصة هل تسمح لي بذلك لرجاء عندك ساعدني على توضيح الموقف لا شك أنك فاهمت ما أردت أن أقوله أمس أنت هناك صديق وقد تابعت تطور هذه القضية من أولها إلى آخرها وإنك لا تستطيع أن تؤثر بعض التأثير يؤسفني كثيرا أنني لا أستطيع أن ألقاك حالا كثرة الأعمال تمنعني من ذلك ولكنني أرجو أن نجتمع ذات يوم قريب قريب جدا سيصرني أن أجي إليك أما الآن وصفحني بكثير من القوة وتبادل نظرة مع ماسلي وبويف ثم خرج قلت وأنا أدخل الغرفة ناشدتك الله هل لا قلت لي فقعت عني ماسلي وبويف يقول وهو يتناول قبعته بسرعة ويتجه إلى حجرة المدخل لن أقول لك شيئا تنتظرني أعمال لقد تأخرت أنا ذاهب ألم تكتب إلي أن تنفتك أن أوافك عند الظهر صحيح كثبت إليك أمس وكتبوا إلي اليوم يكاد ينفجر رأسي قصة فضعة إنهم ينتظرونني عفوك يا فانيا كل ما أستطيع أن أقدمه لك تعويضا عن تعابك هو أن أسمح لك بأن تصفعني جزاء ما حملتك من عناء بدون طائل فإذا أردت أن تقتص لنفسك فهيئ 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 أن تفعل ذلك ولكن أرجوك أن تفعل بسرعة حتى لا تؤخرني فإنهم ينتظرونني ولماذا أضربك أسرع ما دام ينتظرك عمل إن الإنسان لا يستطيع أن يتنبأ بالطوارئ دائما ولكن فقاط عني وهو يثب إلى حجرة المدخل ويرتدي معطفه وارتديت معطفي أنا أيضا لا لا دعدك ولكن هذه لي أنا يجب أن أحدثك في قضية هامة جدا ومن أجل ذلك إنما رجوتك أن تأتي إلي والقضية تتصل بك رأسا وتمص مصالحك ولكنني لا أستطيع أن أحدثك في هذا كله خلال دقيقة واحدة فيجب أن تعيدني نشدتك الله أن تجي إلي هذا المساء في الساعة السابعة تماما سأكون هنا فقلت مترددا هذا المساء ولكنني كنت أريد أن أذهب هذا المساء إلى اذهب الآن إلى حيث تريد أن تذهب في المساء ثم عد إلي فانيا لا تستطيع أن تتخيل الأنباء التي سأقولها لك ولكن أرجوك أرجوك ما هو هذا الأمر إنك تتير في حب الإطلاع أعترف لك بذلك في أثناء ذلك كنا اجتزنا باب العمارة وبلغنا الرسيف فقال في إلحاح إذن ستجيء سأجيء لا لا عاهدني عهد الشرف عجيب أعاهدك طيب من أين أنت ذاهب من هنا قلت ذلك وأشرت إلى اليمين فقال وهو يشير إلى الشمال وأنا ذاهب من هنا إلى اللقاء يا فانيا لا تنسى الموعد في الساعة السابعة قلت في نفسي وأنا أراه يبتعد غريب كنت أريد أن أذهب إلى نتاشا في ذلك المساء ولكنني وعدت ماسلي وبوف بأن أجيئ إليه فقررت أن أمضي إلى نتاشا حالا وكنت على ثقة بأنني سأجد عندها أليوتشا وقد وجدته عندها فعلا فسر رؤيتي بسرور كبير كان لطيفا جدا وكان رقيقا مع نتاشا بخاصة حتى إنه فرح فرحا شديدا حين وصلت وكانت نتاشا تحاول أن تظهر بمظهر الفرحة ولكن كان واضحا أن ذلك فوق طاقتها كانت شاحبة اللون وكان يبدو على وجهها أنها تعاني آلاما إنها لم تنم نوما هادئا وكانت تظهر لأليوتشا مزيدا من العاطفة كان أليوتشا يتكلم كثيرا يريد أن يفرح نتاشا أن ينتزع ابتسامة من شفتيها المنقبضتين على غير إرادة منها ولكنه يتحاشى أن يذكر اسم كاتيا أو اسم أبيه لا شك أن ما قام به أمس من مسعى للمصالح قد أخفق وخرج آليوتشا لحدة ليقول شيئا لمعفرا فدمدمت نتاشا تشير إلي قائلة هل تعلم أنه يتحرق شوقا إلى الذهاب نعم ولكنه لا يجرؤ ولا أريد أن أطلب إليه أن يذهب خشية أن يتعمد عند إيدن البقاء إني أخاف أن يصيبه السأم وأن تبرد عاطفته نحوي تماما فما العمل رباه ما هذا الوضع الذي تضعاني نفسيكما فيه ما هذا الشك والحذر ما هذا التجسس والتربص لماذا لا تتصارحان فينتهي كل شيء أغلب ظني أن هذا الوضع هو الذي سيدخل إلى قلبه وسيشعره بالملل فصرخت نتاشا مذعورة تقول فماذا أعمل إذن؟ إسمعي سأدبر كل شيء قلت ذلك وذهبت إلى المطبخ بحجة أنني أريد أن أذهب إلى مافرا لكي تمسح حذائي الذي امتلأ وحلا فصرخت بنتاشا تقول تأني يا فانيا فما أن دخلت المطبخ حتى أسرع أليوتشا علي كأنه كان ينتظرني إيفان بيتروفيتش صديقي العزيز ماذا يجب أن أعمل؟ انصحني قد وعدت كاتيا أمس بأن أذهب إليها في هذه الساعة نفسها ولا أستطيع أن أخلف الوعد إنني أحب نتاشا حبا يعجز لساني عن وصفه إنني مستعد لأن ألقي بنفسي إلى النار في سبيلها ولكنك توافقني أنت نفسك على أنني لا أستطيع أن أترك كل شيء هناك فلذلك لا ياليق ما عليك إلا أن تذهب ونتاشا إنها ستتألم يا إيفان بيتروفيتش ساعدني على الخروج من هذا المأزق رأي أن تذهب أن تتعلم أنها تحبك فإذا بقيت شعرت طوال الوقت بأنك مللت المقام معها وأنك تكره نفسك على البقاء إكراها أثر أن تتصرف تصرفا طبيعيا ثم إنني سأساعدك هيا بنا عزيزي إيفان بيتروفيتش ما أنبل قلبك ودخلنا فيما هي إلا دقيقة واحدة حتى قلت له رأيت أباك منذ قليل فصرخ مذعورا أين؟ في الشارع مصادفة لم يبقى معي إلا دقيقة ورجاني مرة أخرى أن نتعارف تعارفا أكمل وقد سألني هل أعرف أين أنت؟ إنه في حاجة ملحة إلى رؤيتك يريد أن يقول لك شيئا وفطنت نتاشا إلى الغرض الذي كان هدفا من هذا الكلام فساعدتني تقول إذن فأذهب إليه يا أليوتشا اذهب إذهب إليه حالا ولكن أين يمكن أن أجده؟ هل هو في البيت؟ قال إنه سيكون عند القانتستا فنظر أليوتشا إلى نتاشا بحزن وقال بسداجة فما العمل إذن؟ قالت نتاشا ما بك يا أليوتشا ما ينبغي أن تهجر هؤلاء الأصدقاء من أجل أن تهدئني وإلا كنت تتصرف كأطفال هذا أولا مستحيل وهو ثانيا إخلال بوجب الأدب نحو كاتع أنتم صديقان ولا يمكن أن يقطع المرء علاقاته بأصدقائه على هذا النحو الفضل ثم إنك تهينني إذا أعتقدت أنني غيرة إلى هذه الدرجة اذهب إلى هناك حالا أرجوك وبذلك تطمئن أباك فهتف أليوتشا في حماسة وندامة نتاشا أنت ملاك أنا لا أساوي أصبعا من أصابعك الصغيرة ما أنبل قلبك يا نتاشا وأنا أنا آه أؤثر أن تعرفي لقد سألت إيفان بيتروفيتش منذ قليل في المطبخ أن يساعدني على الذهاب فاخترع هذه الطريقة ولكن لا تسيئي بي أضن يا نتاشا فلست مذنبا تماما ماذا؟ إنني أحبك أكثر مما أحب أي شيء في العالم أحبك ألف مرة أكثر مما أحب أي شيء في العالم لذلك تراوضني الآن فكرة جديدة أن أعترف لكاتيا بكل شيء أن أكشف لها عن وضعنا وأن أقص عليها كل ما جرى أمس فلعلها تتخيل مخرجا ينقذها إنها مخلصة لنا كل الإخلاص فأجابته نتاشا وهي تبتسم إذن فذهب إليها وإني يا صديقي أحب كثيرا أن أتعرف إلى كاتيا فكيف نهيئ ذلك؟ فلما سمع عليوتشا هذا الكلام تجاوز فرحه كل حد واندفع يتخيل ألف مشروع ومشروع وقال إن ذلك أمر سهل وإن كاتيا ستجد الحل وبسط فكرته بحرارة وحماسة ووعد أن يعود بجواب كاتيا في اليوم نفسه بعد ساعتين وعد أن يجيئ إلى نتاشا في المساء فسألته نتاشا وهي تدفعه إلى الخروج هل تجيء حقا؟ أتشكين في ذلك؟ إلى اللقاء يا نتاشا إلى اللقاء يا حبيبتي أنت حبيبتي إلى الأبد إلى اللقاء يا فانيا ها عفوا لقد خاطبتك بقولي يا فانيا دون أن أنتبه إلى ذلك ولكن اسمعي يا إيفان بيتروفيتش لماذا لا نتخاطب بصغة المفرد ونحن صديقان؟ فلنتخاطب بعد الآن بصغة المفرد موافق الحمد لله لقد راوضتني هذه الفكرة مئة مرة ولكنني لم أجرؤ على مفاتحاتكم فيها ها أنا ذا أخاطبكم مرة أخرى بميمي الجمع ذلك أن الاقتصار على كاف الخطاب صعب جدا لقد عبر تولستوي عن ذلك أجمل تعبير حين حدثنا عن شخصين توعذا على أن يتخاطب بصغة المفرد ولكنهما لم يظفر بذلك فأخذ يتحاشياني الجمل التي تشتمل على خطاب أصلا آهنيا نتاشا لسوف نعيد قراءة كتاب الطفولة والمراهقة معا إنه كتاب رائع جدا كانت نتاشا تطرده وهي تضحك قائلة هيا هيا أسرع لقد نسي نفسه من شدة الفرح وهو يثارثر إلى اللقاء سأعود بعد ساعتين قال ذلك وقبل يدها وخرج مسرعا قالت لي نتاشا والدموع تهطل من عينيها هل رأيت يا فانيا هل رأيت؟ مكثت مع نتاشا أو عفوا لقد مكثت مع نتاشا حوالي ساعتين أحاول أن أواسيها إلى أن ضفرت بإقناعها لا شك أن لمخاوفها ما يبررها ولقد كان صدريا قبض حين أفكر في وضعها كنت أشفق عليها ولكن ما العمل وكان يدهشني أليوتشا أيضا إنه يحبها الآن مثل ما كان يحبها من قبل إنه يحبها حبا أملا بالعداب لما بداخله من ندامة وعرفان بالجميل إلا أن حبا جديدا قد نبت في قلبه وترصخ وكان يستحيل على المرء أن ينتبه وأن يتنبأ بالمصير الذي سيصير إليه هذا كله كنت أنا نفسي أتشوق إلى معرفة كاتيا ووعدت نتاشا بأن أهيئ لها فرصة التعرف إليها واستجابت نتاشا آخر الأمر لشيء من المرح وحددتها في جملة إذما حددتها عن نيرلي وماسليوبوف وبوبو نوفا وعن لقائي مع الأمير في منزل ماسليوبوف وعن الموعد الذي ضربته لماسليوبوف في الساعة السابعة فاهتممت لهذا الحادث كثيرا وحددتها قليلا عن أبويها ولكنني سكت عن زيارة أبيها وأرجعت الكلام عليها إلى أن يقع شيء جديد كان يمكن أن ترعبها فكرة مبارزة بين أبيها وبين الأمير وقد استغربت أيضا أن يكون الأمير على صلة بماسليوبوف وأن يكون ماسليوبوف في شوق إلى معرفتها رغم أن هذا كله يسهل تعليله بالظرف الراهن وعدت إلى بيتي في نحو الساعة الثالثة فطلعتني نيرلي بوجهها العنيد الوضاء في الساعة السابعة تماما كنت عندماسليوبوف استقبلني بذراعين ممدودتين وصيحات كبيرة كان نصف سكران طبعا ولكن الأمر الذي أدهشني خاصة هو تلك الأشياء الخارقة التي أعدها لاستقبالي أقد كان واضحا أنه ينتظر قدومي كان هناك صامور من نحاس أصفر يغلي فيه الماء على مائدة مستديرة فرشت بغطاء ثمين وكانت الأطباق والأقداح من بلور وفضة وخزف تتلألأ على مائدة أخرى مفروشة بغطاء آخر لا يقل عن الأول جمالا كانت هناك أصناف من الحلوى وأشربة من كييف ومعقودة وفاكهة مسكرة وعصير محفوظ ومرببات فرنسيات وبرتقال وتفاح وجوز ولوز وفستق كانت المائدة معرض فاكهة وعلى مائدة ثالثة مختبئة تحت غطاء الناصح البيض صفت أنواع من المقبلات الكافيار والجبن وفطائر اللحم والنقانق والجامبون المدخن والسمك وصف جيش عرمم من زجاجات الخمر بأنواع مختلفة وألوان جميلة الأخضر والأصحب والأحمر والأصفر وفي ركن من الأركان على منضضة صغيرة مفروشة بغطاء أبيض وضع إناء فيهما ثلج وزجاجتان من الشامبانيا تبتردان وعلى المائدة أمام الأريكا تتبختر ثلاث زجاجات زجاجات سوتورن وزجاجات شاتولافايت وزجاجة كونياك وهي من الخمر الغالي ثمنه يجيؤون به من قبوي ألسييف كانت أليكساندرا سيمونوبنا جالسة إلى مائدة الشاي وقد عنيت بزينتها على بساطة فوفقت في ذلك كثيرا كانت تعرف أن تصفيف شعرها على هذه الصورة يناسبها وكانت معتزة بذلك اعتزازا واضحا فلما دخلت نهضت تستقبلني بشيء من الاختيال وكان الرضا والفرح هي المعاني في وجهها النظر وكان مصليوب بوف جالسا وقد تذثر بثوب رائع تحته ملابس نظرة آنقة وانتعلى خفيني صينيين جميلين كان قمصه مزخرفا له أزرار مما يرى في أحدث الأزياء وقد صفف شعره وذهنه فرقه من جانب على ما كان رائجا في ذلك الحين بوهيت حين دخلت وبلغت من ذلك أنني جمدت في وسط الغرفة بلا حراك انظر طارة إلى مصليوب بوف وطارة إلى أليكساندرا سيمونوبنا التي مضى بها الفرح إلى حد النشوة وهتف أخيرا في قلق ما هذا يا مصليوب بوف هل عندك صهرة فأجابني بصوت فخم لا لا إننا لا ننتظر أحدا غيرك ولكن ما هذا قلت ذلك وأنا أشير إلى المآكل إن هذا يكفي لإطعام فيلق بكامله فأضاف مصليوب بوف يقول ولإشرابة خاصة نسيت الشيء الأساسي أكل هذا من أجل وحدي ومن أجل أليكساندرا سيمونوبنا أيضا هي التي أرادت أن ترتب هذا الترتيب فهتفت أليكساندرا سيمونوبنا وقد احمر وجهها دون أن تفارقه معاني الرضا ها 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 كنت أتوقع هذا الكلام ألا يمكن أن يستقبل المرء ضيفا من الضيوف استقبالا لائقا لابد أن يجد فورا ما يأخذه عليه تصور أنها منذ الصباح منذ أن علمت أنك آتن إلينا هذا المساء أخذت تتحرك وتتطارب إنه يكذب لم يقل لي ذلك في هذا الصباح بل مساء أمس حين عدت أمس مساءا ذكرت أنه سيأتي إلينا يقدس سهرة معنا لا بل أنت سمعت خطأ غير صحيح أبدا لقد قلت الحقيقة وأنا لا أكذب ثم لماذا لا نستقبل ضيفا من الضيوف استقبالا حسنا إننا نعيش هنا وحدنا لا يأتي إلينا أحد مع أن عندنا كل ما يجب ينبغي على الأقل ينبغي على الأقل أن يعرف الناس إننا نعيش نحن أيضا كما يعيش غيرنا ويجب أن يعرف خاصة أنك ربة بيت من ثراز ممتاز وأنك سيدة منظمة من الطبقة الأولى تصور يا عزيزي أنني أقحمت في هذا أنا أيضا ألبستني قميصا فاخرا من حرير وزينت أكمامه بجميل الأزرار ودست في قدمي خفين وذذرتني بتوب صيني وصففت شعري وذهنت على تشم رائحة الليمون لقد أرادت أن ترشني بالعطر ولكنني لم أعد أحتمل فتمرت وأظهرت من السطوة ما يظهره الزوج لزوجه فردت أليكساندرا سيمونو نظلا تقول وقد استبغى وجهها بحمرة شديدة ليست الرائحة رائحة الليمون لقد ذهنته بأطياب دهن فرنسي يباع في أحقاق صغيرة من مزخرة في الخزف أحكم بنفسك يا إيفان بيتروفيت إنه لا يسمح لي أبدا بأن أذهب إلى المسرح أو إلى حفلة رقص إنه لا يريد على أن يهدي إلي الأتواب فماذا أصنع بالأتواب إنني أرتديها وأروح أتنزه بها في الغرفة وحدي وفي ذات يوم توصلت إليه أن يذهب بي إلى المسرح وأكثرت من التوسل حتى وافق فلما هممنا أن نخرج رجعت أضع الحلية على صدري فأنتهز هذه الفرصة ومضى إلى الخزانة فشرب قدحا ثم شربا قدحا آخر فإذا هو يسقر فاضطررنا أن نقبع في البيت ما من أحد يزورنا ما من أحد بعض الناس يأتون في الصباح لأعمال فأدعهم يتحدثون وأنجوا بنفسي ومع ذلك عندنا سامور ومجموعة من أجمل الأقداح عندنا أشياء كثيرة جاءتنا كلها هدايا والناس يهدون إلينا كثيرا من المؤن أيضا فقل ما نشتري شيئا من المقبلات لكننا اشترينا من أجلك الفطائر والحلوى وشرائحة الجامبون يجب أن يعرف واحد من الناس على الأقل كيف نعيش كنت طوال السنة أقول لنفسي حين يأتينا ضيف ضيف حقيقي فلسوف نريه كل هذا ولسوف نولم له ولمه ولسوف يهنئنا بالناس ولسوف يصرنا ذلك أيضا لماذا ذهمت هذا الأحمق إنه لا يستحق سيظل يرتدي ملابس قادرة انظر إلى هذا التوب الذي ذرته به لقد قدم له من بين الهدايا ألا ترى إنه أجمل من أن يرتدي هذا رجل كل ما يطلبه هو أن يذكر لسوف ترى أنه سيقترح عليك الفودكا قبل الشاي صحيح؟ فلنشرب قدحا من شراب الذهب فقدحا من شراب الفدة حتى إذا تعاشت عزيمتنا هجمنا على أشربة أخرى ألم أقل لك لا تقلقي يا بنية العزيزة فسنشرب أيضا شيئا من الشاي مع القونياك نخبو صحتك فصرخت وهي تضرب يدا بأخرى انظر انظر شاي الملك ثم مرت له منه ستة روبيلات أهداه إليه أحد التجار أول أمس يريد أن يشربه مع القونياك لا تطاوعه يا إيفان بيتروفيج سأصب لك الشاي وسترى أي شاي هو قالت ذلك وقامت إلى السامور تشغل نفسها به كان واضحا أنهما يريدان أن يستقياني الصهرة كلها كانت أليكساندرا سيمونوفنا تنتظر أن يزورها أحد منذ سنة بكاملها وكانت تتهيأ للإستمتاع بمثل هذه الزيارة فرحة كل الفرح ولكن ذلك كان لا يدخل في حساب خططي فقلت وأنا أجلس اسمع يا ماس ليوببوف أنا لم أجئ إليك زائرا هناك أعمال تنتظرني لقد قلت أنت نفسك إن هناك أمور يجب أن تفضي بها إلي نعم نعم ولكن الأعمال شيء وحديث الصداقة شيء آخر لا يا عزيزي لا تعتمد على هذا سأودعك في الساعة الثامنة والنصف إنني مشغول لقد وعدت لا أصدق شيئا مما تقول وكيف تتصرف معي هذا التصرف وكيف تتصرف هذا التصرف مع أليكساندرا سيمونوفنا أنظر إليها ألا ترى أنها سعقت مما تقول فيما حملت نفسها عناء ذهني بالطيب إن كنت ستتركنا وهل لا تذكرت أنني أتحمل رائحة الليمون من أجل هذه الزيارة فقط كفك مزاحا يا ماسليوب بوف وإنني لا أحلف لأليكساندرا سيمونوفنا أنني سأجيء إليكم أتناول العشاء معكم في الأسبوع المقبل بل يوم الجمعة إن شئتم أما اليوم أيها الأخ فقد قطعت على نفسي عهدا أو قل ببساطة أن علي أن أذهب إن علي أن أذهب بأقصى سرعة أما اليوم أيها الأخ فعلي أن أترككم فما هي الأشياء التي تريد أن تفضي بها إلي فصرخت أليكساندرا سيمونوفنا تقول بصوت حزين خجلان وهي تمد إلى يقدحا من شيئها الرائع وتكاد تبكي إذن لن تبقى سوى إلى الساعة الثامنة والنصف فأجام ماسليوب بوف بقوله اطمئني يا صغيرتي هذا الكلام كله هراء سيبقى قل لي يا فانيا أين تذهب دائما ماذا ورائك هل يمكن أن أعرف إنني أراك كل يوم تركض من هنا إلى هناك أأنت لا تعمل ما شأنك أنت في هذا على أنني قد أشرح لك الأمر ذات يوم ولكن قل لي الآن لماذا جئت إلى بيتي أمس مع أنني ذكرت لك بنفسي وأنت تتذكر ذلك إنني لن أكون في البيت تذكرت ذلك فيما بعد وكنت قد نسيته أمس إنني أريد فعلا أن أتحدث إليك في أمر من الأمور ولكنني أحرص خاصة على أن أرضي أليكساندرا سيمونوفنا لقد قالت لي الآن وقد وجدت صديقا فلماذا لا تدعوه إلى زيارتنا وظلت تصدع رأسي بك أربعة أيام برمتها لا شك أن الله سيغفر لي جميع ما ارتكبت من آثام جزاء رائحة الليمون هذه التي أتحملها قلت في نفسي إننا نستطيع أن نقضي معا صهرة كأصدقاء فعمدت إلى هذه الحيلة الحربية كتبت لك أقول إن هناك أمرا خطيرا يستدعي أن تجي إلي فإن لم تجي لحقك ضرر كبير فرجوته ألا يا عماد بعد الآن إلى مثل هذه الحيل وأن يسلك معي سبيل الصراحة على أن ما قاله لم يقنعني كل الإقناع ولماذا هربت مني اليوم؟ اليوم كان ينتظرني عمل حقا لم أكذب أبدا مع الأمير فسألتني أليكساندرا سيمونوفنا بصوت متلطف هل أعجبك مضاق الشاي؟ كانت تنتظر منذ خمس دقائق أن أتني على شايها ولكنني لم أفضن إلى ذلك فقلت عظيمني أليكساندرا سيمونوفنا رائع لم أدق في حياتي مثل هذا الشاي الطيب المضاق فحمر وجهها سرورا وأسرعت تصب لي قدحا آخر صرخ ماس ليوبوف يقول الأمير إن هذا الأمير يا عزيزي قاذورا إنه لس اسمع سأقول لك شيئا أنا أيضا لس ولكنني أستحي أن أكون مثله أخجل أن أكون مثله ولكن كفا كفا ذلك كله ما أستطيع أن أقوله عنه لكأنني تعمدت أن أجيئ إليك لأسألك عنه بينما أحب أن أسألك ولكنني أرجع ذلك الآن إلى وقت آخر لماذا ذهبت أمس إلى بيتي أثناء غيره؟ لماذا ذهبت أمس إلى بيتي أثناء غيابي تحمل حلوة إلى هيلان وترقص أمامها؟ وعما حددتها أثناء ساعة ونصف الساعة فقال ماسليو بوف وهو يلتفت إلى أليكساندرا سيمونوفنا فجأة هيلان صبية صغيرة في الحادية عشر أو الثانية عشر من عمرها تسكن الآن عند إيفان بيتروفيتش ثم أضاف إلى ذلك وهو يلوح بأصبعه انتبه يا فانيا انتبه ألم ترى كيف اصطبغ وجهها بحمرة شديدة حين سمعتك تقول إنني حملت حلوة إلى فتاة صغيرة لا تعرفها لقد صار خدها بلون الجمر وأخذت ترتعش من شدة الإضطراب كأننا أطلقنا رصاصا من مسدس انظر إلى هاتين العينين الصغيرتي كيف تقدحاني شرارا عبثا تحاولين إخفاء هذه الحقيقة يا أليكساندرا سيمونوفنا حقيقة أنك غيرة شديدة الغيرة لولا أنني شرحت لها أنها لنصبية في الحادية عشر من عمرها لشدتني من شعري فورا ولما أنقذتني منها رائحة الليمون ولن تنقذك قالت ذلك ووثبت وثبة واحدة فإذا هي أمامنا وقبل أن يتسع وقت ماسليوبوف لحماية نفسه أمسكت بشعره وأخذت أشده شدا قويا خد خد إياك أن تقول أمام ضيف إنني غيره إياك أن تقول هذا كان وجهها بلون الأرجوان ورغم أنها كانت تمزح فقد اهتز ماسليوبوف حقا وأضافت تقول بلهجة الجد وهي تلتفت إلي إنه يقول أنواعا وأنواعا من الكلام الوسخ هل رأيت يا فانيا هذه حياتي لابد لنا حتما من شيء من الفودكا قال ذلك بلهجة حازمة وهو يعيد ترتيب شعره ويسرع إلى القنينة ولكن أليكساندرا سيمونوف نصبقت فوتبت إلى المائدة وصبت له بنفسها قدحا صغيرا فمدته إليه وهي تضرب خده ضربا لطيفا متوددا فألقى علي ماسليوبوف نظرة سريعة تفيض بالخييلاء وتقطق بلسانه وأفرغ كأسه الصغير في جوفه مزهوا ثم بدأ يقول وهو يجلس إلى جانبي على الآريكة أما الحلوى فيصعب شرح أمرها كنت أول أنس سكرانا فاشتريتها من عند أحد البقالين لا أدري لماذا قد يكون سبب ذلك أنني أردت دعم الصناعة الوطنية والتجارة الوطنية لا أعرف على وجه الضبط ولكنني أتذكر أنني أكنت أسير في الشارع وأنني سقطت في الوحل وأنني أخذت أشد شعري وأبكي لشعوري بأنني لا أصلح لشيء وطبيعي أنني نسيت الحلوى فبقيت في جيبي إلى اللحظة التي جلست فيها على الآريكة في بيتك وأما الرقص فهو يرجع دائما إلى حالة السكر لقد كنت أمس ثملا وحين أكون ثملا اتفق لي أن أرقص إذا كنت راضيا عن حظي هذا كل شيء اللهم إلا أن تضيف إليه أن تلك اليسيمة قد أيقضت الشفقة في قلبي وأنها لم تشأ أن تتكلم معي كأنها غاضبة فأخذت أرقص لأجعلها مرحة وأعطيتها الحلوى لأسليها ألم تفعل ذلك رغبة في شرائها رغبة في أن تعرف منها شيئا أعترف بذلك صراحة لقد تعمت أن تأتي أثناء غيابي لنتحدث إليها في خلوة ولتعلم منها شيئا أليس كذلك أنا أعرف أنك بقيت معها ساعة وأنك قلت لها إنك تعرف أمها وأعرف أنك طرحت عليها أسئلة كثيرة فغمز ماسليوبوف بعيني وضحك ضحكة صغيرة دنيئة وقال كان يمكن أن يكون ذلك فكرة حسنة ولكن لا يا فانيا ليس الأمر كذلك وبالمناسبة لماذا لا أطلعك على الموضوع حقا ولكن ليس الأمر كذلك اسمع أيها الصديق القديم رغم أنني تميل على عادتي فيجب أن تعرف أن فيليب فيليب بيتش لن يخدعك أبدا بقصد سيئ أقول ذلك وأعنيه أن فيليب فيليب بيتش لن يخدعك بقصد سيئ وبدون قصد سيئ وبدون قصد سيئ ولكن ما لنا ولهذا الكلام فلنشرب أولا وبعد ذلك نعود إلى أعمال قال ذلك ثم أضافه بعد أن شرب لم يكن لبوبونوفا تلك أي حق في الاحتفاظ بهذه الطفلة لقد تحريت الأمر لم يكن تمت تبن ولا ما يشبه ذلك كانت الأم مدينة لها بمال فأخذت الطفلة وبوبونوفا رغم أنها لصة ورغم أنها حقرة فهي غبية الكسائر النساء لقد كان للمتوفات جواز صفر وكان كل شيء إذا واضحا ويمكن أن تسكن هالا عندك ولكن إذا جاء أناس طيبون كرماء يعيشون في جو أسرة فضموها إليهم ليتعهدوا بتربيتها وكان في ذلك خير لها ولتبقى معك بانتظار ذلك هذا ممكن سأدبر لك الأمر كله ولن تجرأ بوبونوفا على أن تحرك ساكنا لم أستطع أن أعرف أشياء دقيقة عن الأم كل ما عرفته أنها كانت أرمالة وأن اسمها صالتا سمان صحيح؟ هذا ما قالته لينالي نعم ذلك كل شيء قال ذلك ثم أضاف يقول بشيء من الأبهة لي رجاء أوجهه إليك وأمل أن تستجيب حدثني بمزيد من التفصيل عن ما تعمله أين تذهب؟ أين تقضي أياما بكاملها؟ أنا أعرف هذا بعض المعرفة ولكنني أريد مزيدا من الدقة أدهشتني لهجة الأبهة هذه بل أقلقتني فقلت لماذا؟ فيما يفيد كذلك؟ وما معنى لهجة الاحتفال والأبهة هذه؟ إليك الموضوع بكلمتين إنني أريد أن أخدمك انظر يا صديقي لو أردت أن أمقر بك لو أردت أن أحتال عليك لا عرفت كيف؟ أحملك على الكلام دون حذر لماذا تظن أنني أمقر بك؟ لقد أدركت أنك تظن بذلك من سؤالك عن الحلوى منذ قليل اسمع لئين اصطنعت لهجة الجد والأبهة فإنني لم أفعل ذلك لأنني أفكر في مصالحي بل في مصالحك أنت فلا تشك فيي بل أجبني وقل لي الحقيقة في أي أمر تريد أن تخدمني اسمع يا ماس ليوبوف لماذا لا تحدثني عن الأمير؟ إنني في حاجة إلى معرفة بعض التفاصيل في هذا تستطيع أن تخدمني عن الأمير هم ليكون ذلك سأكلمك بلا لف ولا دوران إنني بصدد الأمير إنما طرحت عليك تلك الأسئلة كيف؟ لقد لاحظت أنه يهتم قليلا بشؤونك سألني عنك بين ما سألني عنه من أمور أما كيف عرف أنني أعرفك وأنك تعرفني فذلك شيء لا يعنيك المهم أن عليك أن تحضر منه إنه يهود الخائن بل هو أسوأ من ذلك ولهذا حين لاحظت أنه يريد أن يمد إليك شباكة ارتعشت من الخوف على أنني لا أعرف من الأمر شيئا لذلك أطلب إليك أن تطلعني على الموضوع كي أستطيع أن أرى رأيا ومن أجل هذا إنما دعوتك اليوم هذا هو الأمر الحام بسطته لك بصراحة قل لي على الأقل شيئا قل لي على الأقل لماذا يجب أن أحضر من الأمير اسمع يا صديقي إنني أتولى القيام ببعض الأعمال في بعض الأحيان وأدع لك أن تحكم في الأمر بنفسك ولو كنت ثرثارا أكان يتق الناس به فكيف أستطيع إذن أن أقص عليك كل شيء فلا تآخذني إذ أنا تكلمت بوجه عام بوجه عام جدا لا لشيء إلا لأبرهن لك على أنه شخص داني ولكن حدثني أنت أولا فكرت في الأمر فرأيت أن ليس هناك شيء أخفيه عن ماس ليوبوف إن قصة ناتاشا ليست سرا ثم إن من الممكن أن يفيدها ماس ليوبوف في شيء وقد كتمت طبعا بعض الأمور أمكنني الكتمان فيها فكان ماس ليوبوف يصغي باهتمام خاص إلى كل ما يتصل بالأمير حتى إنه استوقفني من غيري موضع اللي يطرح علي بعض الأسئلة وهكذا رويت له القصة بغير قليل من التفصيل متحددا خلال نصف ساعة على وجه التقريب فلما انتهيت قال ماس ليوبوف هم هذه فتاة ذكية ولأن لم تكن تقديراتها صحيحة تماما فيما يتصل بالأمير لقد أحسنت حين أدركت منذ البداية من هو هذا الرجل وأحسنت حين قطعت كل علاقاته بي إنها لفتاة باسلة ناتاليا نيكولايفن هذه وها أنا دا أشرب نخب صحتها قال ذلك وأفرغ كأسا ليس يكفي المرء أن يكون ذكيا العقل حتى لا يخذع بل لا بد له أيضا من قلب حساس وقد صدقها قلبها فلم تخطئ الحدس إن قضيتها خسرة طبعا فالأمير سيصمد وأليوتشا سيهجرها ولكن الشخص الوحيد الذي أشفق عليه هو أخ مينيف الذي يدفع لهذا الليس الحقير عشرة آلاف روبل من ذا الذي اهتم بقضاياه من ذا الذي لحق الدعوة أراهن أنه تولى ذلك كله بنفسه هاي يا له هؤلاء الناس الذين تفيد قلوبهم بالشهامة والحماسة إنهم جميعا كذلك لا يصلحون لشيء ما هكذا يؤخذ الأمير لو علمت بالأمر لدللته على واحد من أولئك المحامين الصغار قال ذلك وضرب المائدة بيده أسفا فقلت والآن حدثني عن الأمير فقال إنك لا تتكلم إلا عن الأمير ما أستطيع أن أقول عنه يؤسفني أنني طرحت هذا الأمر على بساط البحث إن كل ما أردته هو أن أحذرك من هذا الندل اللئيم أن أحررك من سلطانه إن صح التعبير إن كل من يتصل به يصبح في خطر فكن على حذر من أمرك هذا كل شيء أكنت تظن أنني سأكشف لك عن أسرار باريس إنك لا روائي حقا ماذا أقول عن للصنداني كل ما أستطيع أن أقوله هو أنه للصنداني لا أكثر من ذلك ولا أقل إليك مثلا هذه القصة من قصصه الصغيرة سأرويها لك طبعا دون أن أذكر أسماء البلدان ولا أسماء الأشخاص ودون أن أحدد التواريخ تحديدا دقيقا أنت تعلم أن هذا الأمير في أيام شبابه حين كان مضطرا أن يعيش من راتبين كان يعود إلى الوظيفة قد تزوج ابن تتاجر غني فكان يسيء معاملة هذه المرأة وأحب أن ألفت نظرك يا صديقي رغم أن ذلك ليس مضار الحديث الآن إلى أن هذا الأمر بخصوص الأمير قد ظل طوال حياته يقوم بأعمال من هذا النوع إليك مثال آخر لقد سافر إلى الخارج وهناك انتظر يا ماس ليوب بوف عن أي سفرة من سفراته تتكلم في أي سنة منذ 79 عاما على وجه الضبط وهناك أغرى فتاة أخرى من الفتيات فاختطفها من أبيها ومضى بها إلى باريس وانظر كيف جرت حوادث القصة كان أبو الفتاة يملك مصنعا أو يساهم في مشروع من هذا القبيل لا أدري على وجه الضبط فما أقصه عليك إنما هو استنتاجات خاصة واستدلالات استمدها من معلومات أخرى مكر الأمير بالرجل فحشر نفسه في أعماله وخذعه خداعا تاما فاقترض منه مالا لقاء أوراقين تثبت عليه هذا الدين ولكن الأمير كان يريد أن يقترض المال دون أن يرده كان يريد أن يسرق وكفى وكان للرجل العجوز ابنة هي آية من آيات الجمال وكانت هذه الابنة حب فتاة بيتاليا كأنه شيلر فتاة شاعريا يتعاطى التجارة في الوقت النفس فتاة حالما أو قل بكلمة واحدة فتاة ألمانيا وكفى كان اسمه بيفري كوخان بيفري كوخان قد لا يكون اسمه كذلك ولكن دعنا منه الآن ليس مضار الحديث عليه المهم أن الأمير ما زال يلاحق الفتاة حتى وقعت في غرامه وجنت حبا به وكان هو يدينه وكان يريد أيضا أمرين أولهما الفتاة وتانيهما الأوراق التي تثبت دين العجوز عليه وكانت مفاتح جميع صناديق العجوز في عهدة الفتاة وكان العجوز وكان العجوز يحب ابنته حب العبادة لا يريد أن يزوجها ويغار من جميع من يتقدمون إليها ولا يتصور أن في وسعيها أن ينفصل عنها وكان قد ترق الباب ليطرد بفروكيخن الفتى الإنجليزي الضريف الإنجليزي؟ ولكن أين وقع هذا؟ قلت إنه إنجليزي من قبيل التمويه وها أنت دا تمسك رأسا بتلابيبي لقد وقع ذلك في سانتافي دوبوغوتا اللهم إلا أن يكون قد وقع في كراكوفيا والأرجح أنه وقع في إمارة ناسو ألا تعرف ناسو؟ إننا نرى اسمها على زجاجات ماء سلتس نعم وقع ذلك في ناسو هل يكفيك هذا؟ المهم أن الأمير قد أغرى الفتاة فانتزعها من أبيها واضطرها بشدة إلحاحا إلى صرقة بعض الأوراق هل ترى إلى الحب؟ الذي وصل إلى مدى؟ بلغه فانيا كيف يمكن يا رب أن نقول إنها كانت فتاة شريفة نبيلة مهدبة ولكن لعلها كانت جاهلة بكل ما يتصل بغريقات من شؤون وكانت لا تخشى إلا شيئا واحدا هو أن يلعنها أبوها فعرف الأمير كيف يداورها في هذا الأمر أيضا فوقع لها تعهدا قاطعا شرعيا بأنه سيتزوجها وبذلك أوهمها بأنهما سيسافران في نزهة إلى حين حتى إذا هدأ غضب أبيها عاد زوجين وعاشوهم الثلاثة معا إلى الأبد فهربت الفتاة معه ولعنها أبوها ثم أفلس وهجر فاو مالك بتجارته وهجر كل شيء ولحق بالفتاة إلى باريس لقد كان مولها بها إلى حد الجنون انتظر أي فاو ميرك تعني أعني الرجل الآخر ما تسمينا منذ قليل فاو باخ أو بفرقخن كما تريد وطبيعي أن الأمير ما كان يرغب أبدا في أن يتزوج الفتاة وإلا فما عساه يقول للكونتستا وما عساه يقول للبارون بوموذكين كان لابد إذن أن يخدعها وهذا ما يفعله وقد فعله بوقحة لا نظير لها كان يكاد يضربها ودعا بفرقخين إلى زيارته مع عمدا فكان هذا يجيء إليهما من حين إلى حين وأصبح صديق المرأة فكان يبكيان ليال برمتها ويتوجعان مما قال إليه من شقاء كان طفلين حقا لقد دبر الأمير ذلك كله عامدا ففاجأهما معا ذات يوم في ساعة متأخرة من المساء فادعا أنهما على علاقة آتمة وأخذ يشاجرهما وقال إنه رأاهما بعيني رأسه ثم طردهما كليهما شر طرده وسفره في رحلة إلى لندن كانت المرأة يومئذ تشك أن تليد فمن قضى على طردها إلا زمن يسير حتى ولدت بنتا أقصد ابنا سمته فولوديا وكان بيفروكوخن إشبينا وصفرت مع بيفروكوخن ولم يكن الفتاة يملك إلا موارد ضائلة وطافت معه سويسرا وإيطاليا وجميع البلاد الشعرية وكانت لا تفتأ تبكي وكذلك هو وانقضى على هذا الحال عدد من السنين وكبر الصبي أما الأمير فكان يمكن أن تسير أموره كلها على ما يجب لو لا نقطة سوداء هي أنه لم يستطع أن يسترد من المرأة تلك الوثيقة التي يتعهد فيها بالزواج لقد قالت له وهي تتركه لقد سرقني لقد سرقتني أيها الجبان ولو اتشرفي وها أنت دا تهجرني وداعا ولكنني لن أرد إليك تعهدك لا لأنني أرغب في أن أتزوجك أبدا بل لأنك تخاف من هذه الوثيقة سأحتفظ بها إلى الأبد الخلاصة أنها غضبت غضبا شديدا أما الأمير فقد احتفظ بهدوئه إنه لا يسعد هؤلاء الأوباش أن يكون خصومهم أناس شرفاء فإن هؤلاء الشرفاء يسهل خداعهم حتى إذا اكتشفوا أنهم خدعوا اعتصموا بنوع من الاحتقار المتكبر بدلا من أن يلجأوا إلى القانون إذ كان ذلك في الإمكان فهذه المرأة مثلا لادت بازدراء متغطرس وكان الأمير يعلم رغم احتفاظها بالوثيقة أنها تؤثر أن تشنق نفسها على أن تنتفع بهذه الوثيقة فظل هذه البال خلال مدة من الزمن وقد بسقت هي في وجهه ولكن فولوديا كان بين ذراعيها فما عسى أن يصير إليه لو ماتت إنها لم تفكر في هذا الأمر أبدا وكان برودو شافت يشجعها ولا يفكر في هذا الأمر كذلك وكان يقرأ آني شيلر وأخيرا ساءت حالو برودو شافت ومات تقصد بفروكوخن؟ نعم إلى جهنم أما هي؟ انتظر كم استغرقت رحلتهم؟ مئتي سنة تماما أما هي فقد عادت إلى كراكوفيا فرفض أبوها أن يستقبلها ولعلها لعنها وماتت فرسم الأمير على نفسه إشارة الصليب فرحا كنت هناك وشربت هيدروميل فكان يسيل على الشاربي ولا تدخل منه في فام قطرة فلنشرب أيها الأخ أظن أنك أنت الذي تتولى الاهتمام بهذا الأمر من أجله يا ماسليوب بوف هل تحرص على أن أتولاه حتما ولكنني لا أرى ماذا تستطيع أن تفعل اسمها حين عادت إلى مادريد بعد غياب عشر سنين قد عادت باسم مستعار كان يجب الحصول على معلومات عن برودو شافت وعن العجوز كان يجب أن نعلم هل عادت حقا أين هو الطفل هل ماتت هل تحمل وطائق إلى آخره إلى غير نهاية ثم هناك شيء آخر يا له من رجل حقير حذار منه يا فانيا أما ماسليوب بوف فإليك ما يجب أن ترى فيه من رأي لا يذهب بكبضا أبدا إلى أنه ندل وهبه ندلا وأنا أعتقد أن جميع الناس كذلك فإنه ليس عدوك صحيح أنني الآن سكران ولكن اسمع إذا خطر ببالك في ذلك يوم قريب أو بعيد إذا خطر ببالك الآن أو في السنة المقبلة أن ماسليوب بوف قد مكر بك أرجوك لا تنسى كلمة مكر فاعلم أن ذلك يكون بغير سؤينية إن ماسليوب بوف يصهر عليك فلا تدع للشكوك سبيلا إلى نفسك بل تعال إليه وبسط له أمرك بصراحة كأنه أخوك وكأنك أخوه ألا تريد أن تشرب؟ لا أتأكل شيئا؟ لا أيها الأخ اعذرني إذا فذهب الساعة الآن هي التسعة إلا ربع كفاك تكبرا لقد آن أن تمضي ماذا؟ كيف؟ إنه يسكر ثم يطرد ضيوفه إنه دائما كذلك يا لك من وقح بهذه الحقيقة صرخت أليكساندرا سيمونوفنا وهي تكاد تبكي لا تخلطي المخللة بالمناشف يا أليكساندرا سيمونوفنا سنبقى معا وسنتغازل أما هو فهو جنرال يا فانيا لقد كذبت لست جنرالا أما أنا فوغد انظر إلى حالتي الآن ماذا أنا إذا قرنت بك؟ اعفو عني يا فانيا لا تسئي الضن فيه واسمع لي واسمع كذلك قال ذلك وتناولني بذراعه وأخذ يبكي فنهضت لأخرج فقالت أليكساندرا سيمونوفنا يا إسا وأنا أنا التي حضرت العشاء ولكنك ستجيء يوم الجمعة أليس كذلك؟ سأجيء يا أليكساندرا سيمونوفنا أعذك بذلك وقد إشمأز من رؤيته سكران هكذا ولكن لا تحتقره يا إيفان بيتروفيتش إنه طيب القلب إنه كما تعلم طيب القلب جدا وهو يحبك كثيرا لقد أصبح لا يحدثني إلا عنك ليلة نهار واشترى لي كتبك لم أقرأها بعد سأبدأ ذلك غدا وكم يصرني أن تجيء إلينا إنني لا أرى أحدا فليس يزورنا أحد عندنا كل شيء ونبقى وحدنا لقد استمعت اليوم إلى كل ما قلته كان كلاما جميلا إذن إلى يوم الجمعة